يعني كل الكلام في الفترة الأخيرة أنه عقد أبو جبل مع الناصر الضرب أنه عقد اتحاد جدة مع طرق حمد الضرب والاتفاقات كلها الضرب أنت بتقول لي لا هو ما فيش دلوقتي البديل معهم هما الاتنين غير السعودية يعني هما حالين فيه تفاوض مع وكلاء العيبة عن طريق السعودية وأنا عوز أقولك حاجة أبو جبل حاول أنه هو يرجع ويقدم اعتذار لنادي الزمالك لكن نادي الزمالك هو اللي رفض قبول اعتذار أبو جبل لأنه هو نادي الزمالك شايف أنه هو تمارض ورفض يلعب الماتش القمة وأنه ما كان شوق في نادي الزمالك فأبو جبل حالين هو اللي بيبحث عن عرض شوف فرق الزكاء مثلا بن شرقي بن شرقي حتى الآن لسه ما حسمش موقفه لكن قالك أبقى موجود على الأرض مع النادي أفضل من أمام أش وخبرك تظل ورقة في إيده يعني غير دلوقتي نسى الزمالك ورقة جمهور الزمالك حتى جمهور الزمالك محترم تخيل بن شرقي جيه مثلا بعد عشر تيام أنا عايز أكمل في زمالك مثلا لم يوفق وجاء عمل حاجة في النهائي وفقد طول الوقت ماسك الورقة في إيده لغاية دلوقتي ما سابهاش صح؟ أه طبعا طبعا ده زكاء أه طبعا في حين احنا شوف أنت قبل ما يكون معاك حاجة وعرض الواقع أبو جبل حصل منه يوطرق حمد بمناسبة أنه ضارق حمد والمليون جنيه أنا بقول لك ضارق حمد بيجهز شكوى ومضادة ضد نادي الزمالك للفيفا أه بس مش للفيفا لأنه دورة مصر هتقدم بتحاد الكورة أنه هو بيتظلم من حاجات كتير وأنه ليه مستحقات متأخرة في نادي الزمالي هيطالب بها أنا كنت أتمنى طارق حمد عنده مكانة كبيرة في قلوب الزمال كوية وهو دائما كان المصمار واللعب اللي هو حافظ على المستوى ده كان كله كلام فعلي وطارق مش من اللعب المسير للمشاكل لكن أتمنى أنه حتى لو طارق حمد أنا علاقته بنادي الزمالك تكون بصورة طيبة لأنه طارق حمد وجمهور نادي الزمالك كان بينهم يعني يعني علاقة خاصة والحياة طارق قدر الزمالك كتير جدا والزمالك قدر برضو طارق كتير جدا لكن هو فكرة أنه أنت اللغز برس محمد المحير أنه أنت دارة الزمالك بتاعه أنه كان مسافر أسبوع وقال أنه هو كمان رايح الإمارات فأنه أنت تفاجأ أنه وهو نفسه بيقول لك أنا كنت أخذ أن أنا أسافر والفحوصات الطبية بره سواء في أسبانيا وألمانيا طب نادي الزمالك بيقول لك لا دا أنت تطالع مطروض من آخر مباراة ما كنتش مصاب فإيه لوصل الأمور لطارق حمد أنه هو يوصل برضو لأهذا الطريقة برضو فكرة الزكاية اللي أنت بتتكلم عنه لأنه أنا برضو حتى لو سفرت أفضل عامل كونتاكت بله من الجهاز الطبي بتاعي لأنه الزمالك قال إيه جيبنا الدكتور محمد أسامة قال ما عرفش حاجة عنه ومشي سليم صح؟ كلام اللي قاله لكن أنا سفرت هقعد أسبوع فطولت معايا بقى بلغ جهاز الطبي في كذا المكان دي أنا بتمرن فيه ببعض تقرير مثلا يا ولا إيه أكيد طبعا ده الطبيعي أنت برضو تصل على زمة الزمالك لو منفعش حتى أنت تروح مركز تأهيل أنت اللي تختاره وتحدده حتى لو ده حصل بس أنت على زمة الزمالك أنت مش لوحدك طبعا طبعا قبل ما أختم بن شرق أنت بتقول لي حائر بين قتل غد دلوقتي حائر؟ آه لأنه بفاضل فيه عروض جيدة بالفلوس بقى يعني حاليا خلاص هو الرجل أنها علاقته بناد الزمالك حتى الآن على الأرض لأنه العروض اللي جاله بصراحة مبالغ أكبر من ناد الزمالك لكن هو حريص أنه ينهي علاقته بسياسة الباب المفتوح زي ما شفنا فرجاني ساسي كان رغم أنه الحصل ورحيله السنة الفاتحة لكن الكتابة على التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي كان لسه فيه برضو فيه خطم عن الزمالك ده هو كان أفضل كمان موقفه من ساسي لأنه قبل أنه بعد انتهى في عهده يقعد لمباراة الكاس فرجاني ساسي يعني حالين هو بفاضل العرض المالي الأفضل ليه سواء تركيا أو خطر ترجمة نانسي قنقر